ما يخص بقى بند إخراج اللسان اللي المؤمن سعدلي قاله النادي الأهلي اشتكى ولما اشتكى ولما كابت الخطيبة عمل مؤتمر الكل أشاد بيه والكل أجمع عليه وأعتقد كل السادة مقدم البرامج الرياضية وبرامج التكشوء العام الكل أجمع على أن الأهل تظلم وأن اللي حصل مع الأهل ده مش قليل أبدا والكل أجمع تاني بما فيهم السيد وزير الشباب والرياضة وأن اتحاد الكرة مسؤول مسؤولية كاملة عن إهدار حق النادي الأهلي اتحاد الأفريقي قالك ما جانيش جواب عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكاف هاني أبريدة قالك كانوا عايزيني أساند بس أساند إيه الاتحاد ما بعدش ليه الاتحاد ما بعدش الأستاذ جمال علام قالك هنشوف وقعدنا شوية عملي نضحك على الناس مين خبى الخطاب لغاية لما حد قال لهم ما فيش حاجة اسمه جواب ده بند جايلك ضمن سبع بنود في 19 يناير البند الأول فيه نهاية دورة أبطال أفريقيا الاتحاد المصري لكرة القدم هو اللي النادي الأهلي عضو جمعيته العمومية الأهلي ملوش أن يلوم أو يعتب أو يطلب من وزير الشباب والرياضة هذه قضية بدأت في اتحاد الكرة وتنتهي في اتحاد الكرة عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا والكاف قال لك الاتحادات هي اللي بتنظم هي اللي بتطلب الأندية ما بتطلبش جواب جي للاتحاد المصري 19 يناير البند الأول في نهاية دورة أبطال الحق الطبيعي والمشروع للنادي الأهلي أن يجد أبسط معاملة مساندة في الحق من الاتحاد اللي هو تابع ليه مش هقول لكم أنه ده الاتحاد اللي النادي الأهلي ورموزه في العشرينيات كانوا القائمين على تأسيس وإنشاء هذا الاتحاد من عدم بلاش لكن لما يكون الأهلي عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم مين اللي يجيب حق النادي الأهلي الاتحاد المصري مين اللي ضايح حق النادي الاتحاد المصري مين اللي حاسب الاتحاد المصري عشان في أول اجتماع هل كان أهمالا أو تعمدا أولا لو كان في ورقة الوحدها جاية لأنه أنا معلوماتي اللجنة اللي شكلها السيد وزير الشباب والرياضة واللي قال للناس انتظروا وانتظروا وانتظروا أما راحت اتحاد الكرة رئيس الاتحاد جمال علام والمدير التنفيذي واليد العطار أجمعوا لأنه اللي مالجه واليد العطار قال لكن شغلنا أثناء كاس الأمم فنسيته في الدرج كان ممكن الكلام ده يعدي والدرج تنسى والمفتاح ضاع لكن لما تكونوا في 14 إبريل في 14 إبريل طلعتوا المفتاح ولقيتوه وطلعتوا الورقة من الدرج ونقيتوا منها خمس بنود من السبع بنود وتعمدتم تعمدتم ان انتو تشيلوا البند الأول هنا العمدية واضحة وصريحة باعترافات لأنك انت هي ورعة واحدة محطوط رقم واحد نهاية دورة الأبطال ومتسلسلة بقية الطلبات رحت الشاي الوحد ورحت واخد الباقي ولما تكون بعد ده في 14 إبريل الزمالك خرج من نهاية فبراير انت السيادتك متعمد للنادي الأهلي بشكل واضح وصريح الزمالك نهاية فبراير كان خرج من دورة المجموعات ما كملش لمصلحة مين تم تعمد إهدار حق النادي الأهلي انه يلعب الفاينال في بلده وأعتقد شفتوا حضراتكم في المؤتمر اللي كابتن خطيب عمله قال لما سألت الأستاذ جمال علام بعدت جواب ان احنا نطلب ننظم قال لك اه قال لك رح تمكلم المهندس هاني يا بريدة الاتحاد المصري بعد جواب يريد تتابعه قال له حاضر هشوفه ورد عليك رجع ورد عليه قال له لا ما بعدش رجع الكابتن خطيب بيقول لك سألت جمال علام الأستاذ هاني بيقول ان انت ما بعدتش وانت بتقول انا بعدت مين الصح قال له احنا الاثنين صح احنا الاثنين صح ليه قال لك انا بعدت قلت نلعب في ارض محايدة انت مالك تلعب في ارض محايدة ده مش طلبك انت الطلب الموضوعي الصحيح مدام المغرب طلبة والسنغال طلبة قبل ما تحصل المؤيدة والاتفاق الجانبي بين السنغال والمغرب لو مصر مقدمة طلب حتى لو متأخر وهنا مش عايز اقول ان هما الديد طايم الكاف محدده في الاول نهاية فبراير لانه حقيقة الامر الموضوع فضل مفتوح لغاية 9 مايو يعني انت لو موجود بجواب بس يحفظ حق النادي الاهلي كنت هتفرض على الكاف للمصر والمغرب روح حتى محايدة روح نيجيريا روح سنغال روح جنوب افريقيا لكن الاتحاد المصري لكرة القدم هو اللي سهل للكاف مجاملة الوداد وسهل للكاف ظلم الاهلي حق الاهل عند مين عند الاتحاد المصري لكرة القدم اللي الاهلي عضو جمعية العمومية هل يعقل وهل من المنطقي لما لجنة التحقيق الوزارية يطلع السيد الوزير ويطلع كل المسؤولين ويقولوا الامر تم ضبطه وفيه ما فيش تراجع وما فيش تساهل وما فيش تهاون وحق الاهلي مش هيضيع وووو مجلس الادارة في اول اجتماع له لا يشير ابدا لموضوع الاهل فين موضوع الاهلي في القرارات دي هتولي باند من ضمن البنود يتقال ان الاتحاد المصري اهتم بمناشر مش كنة الاهلي قل لك مليكش حاجة عندنا مش تدالوا تكليف